موسيقى القوات العراقية تشن عملية لتحرير آخر مواقع داعش في الموصل الغارات المصرية والليبية تمهد لعملية أوسى على الأرض الفلبين تستخدم الطائرات لقصف مواقع المتشددين موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة أخبار اليوم ثم نبدأ نشرتنا من تطورات الشأن العراقي إذ أطلق الجيش العراقي عملية واسعة باقتحام المدينة القديمة في الموصل لاستعادة آخر مواقع يحتلها داعش في المدينة وتمكنت القوات الأمنية العراقية من اقتحام أحياء الشفاء والزنجلي والصحة الأولى بالإضافة إلى المستشفى الجمهوري في الساحل الأيمن التفاصيل في التقرير التالي أوشك تنظيم داعش أن ينتهي في الموصل بعد إطلاق القوات العراقية هجوماً واسعاً لتحرير آخر معاقل التنظيم غرب المدينة وفق تصريحات سابقة لقادة عسكريين أكدوا فيها أن تحرير الموصل سيكون قبل شهر رمضان المعطيات العسكرية الموجودة على أرض المعركة تشير لقرب انتهاء العمليات فوفق قائد عمليات قادمون يا نينوى فقد اقتحمت قوات الجيش أحياء الشفاء والزنجلي والصحة الأولى والمستشفى الجمهوري بعد أن تمركزت القطعات العسكرية في المحاور الجنوبية والشمالية من المدينة القديمة في الموصل وشنت قصفاً مكثفاً بصواريخ جراد ومدفعية الميدان وأيضاً عبر طيران المسير مستهدفة مقرات تنظيم داعش ودفاعاته في باب الطوب وباب جديد والفاروق والزنجلي كما تم تحشد قوات خاصة وكلت إليها مهم إخلاء المدنيين ومساعدة في الخروج من مناطق الاشتباك عند بدء الهجوم وأتضم هذه المناطق المنوي اقتحامها نحو ربع مليون مدني محاصر وفق مصادر من جانب آخر شار مراقبون إلى أن القوات العراقية ستواجه تحدياً صعباً في القضاء على ما تبقى من أفراد داعش بسبب نشر المتطرفين دروعاً بشرية من الأهالي في محيط المداخل التي فخاخها وقرب جامع النوري أما المصادر الأمنية في الجانب الأيمن من الموصل فتقول إن التنظيم يحتجز عائلات قرب جامع النوري رفضت زرع عبوة ناسفة على مداخل باب الجديد كما منع توزيع المواد الغذائية عليها وقد ينتهي الأمر بقتلها وتحصر القوات العراقية المدينة القديمة التي تضم مباني متراصة وشوارع ضيقة من الجهة الجنوبية منذ عدة أشهر لكنها لم تتمكن من التوعل فيها بسبب صعوبة دخول الأليات في شوارعها الضيقة أعلن الجيش العراقي عن تحرير ثلاث قرى من احتلال تنظيم داعش الإرهابي بالقرب من الحدود مع سوريا وقامت قوات الحشر الشعبي مدعومة بغطاء جوي من قبل مروحيات تابعة للجيش العراقي بتحرير قرى رنبوس الغربية ودنانية والقابوسية على بعد مائة كيلومتر شرق مدينة الموصل وكانت القوات المسلحة العراقية أعلنت في وقت سابق عن بدء اقتحام آخر الأحياء السكانية المتبقية تحت احتلال تنظيم داعش في الشطر الغربي من الموصل أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة كاركو كان عشرين فردا من داعش قتلوا بقصف للتحالف الدولي جنوب غرب المحافظة ويذكر أن تنظيم داعش ما زال يحتل قضاء الحويجة ونواحيها في حين تسعى القوات الأمنية العراقية من خلال التنسيق إطلاق عمليات مماثلة لتحريرها بينما تقوم طائرات التحالف الدولي والقوة الجوية العراقية بقصف مواقع التنظيم في القضاء حيث توقع خسائر فادحة بين صفوفه كشف مصدر عسكري ليبي أن الغارات المكثفة التي شنها سلاح الجو المصري في اليومين الماضيين بمشاركة سلاح الجو الليبي على مدينة درنة تمهد لعملية أوسع ضد الجماعات المتشددة وشنت طائرات المصرية غارات الجمعة والسبت على مواقع ومعسكرات متشددين تقول القاهرة أنهم وراء مقتل 29 مسيحيا مصريا بينهم أطفال في هجوم إرهابي هز المجتمع المصري وتشير هذه المعلومات لأن الملحلة المقبلة بعد تدمير مواقع ومعسكرات المتشددين في درنة عبر ضربات جوية مركزة ستركز على اقتحام المدينة وتطهيرها من الجماعات المتشددة أعلنت مصر أنها أخطرت مجلس الأمن الدولي بأن الضربات الجوية التي شنتها على مواقع في مدينة درنة الليبية جاءت في إطار ما وصفته بحق الدفاع الشرعي عن النفس وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية إن الغارات تأتي اتساقاً مع المادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة ومع قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب تبنى تنظيم داعش الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجمعة حافلة في المينيا بمصر والذي راح ضحيته عشرات الأقباط يأتي ذلك في وقت أكد فيه رئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن أجهزة الدولة لن تهدأ قبل أن ينال المسؤولون عن هجوم المينيا جزائهم على الجريمة من هول الصدمة هي وذويها لم تستطع استكمال ما تقول لحظات من الترقب والهلع أمام معهد ناصر بالقاهرة الذي استقبل عددا من الجرحة جراء استهداف عدد من المسلحين حافلة كانت تقل أكثر من أربعين شخصا قبطيا كانوا في طريقهم إلى أحد الأديرة بمحافظة المينيا جنوب مصر فالنتيجة أكثر من ثلاثين قتيلا وخمسة وعشرين جريحا جراء استخدام الإرهابيين أسلحة آلية سهام عادل جوزها ميتة جوزها صاحبي معنا في كنيسة وهي معنا في كنيسة عادمة وعيالها وردك مصابين وأبوها ومها وعيالها كلها عائلة وحماها أغلبيتهم كلهم اللي متعوروا والميت ليه بيحمل معنا؟ ليه بيحصل معنا كده؟ أنا مش عاري مشحنة بين أقارب الضحايا وقوات الأمنة لمحاولة سيطرتها على حالة الغضب التي انتابت الحضور عند وصول الجرحة وسط تأكيدات من القصاوسة على أن الحادث الإرهابي يستهدف التفرقة بين المصريين في محاولة طبعا لتفتيت الوحدة الوطنية في محاولة لضرب الاقتصاد القومي في محاولة لإفساد الجو العام في مصر لأنها تبقى بلد طريضة لسكانها لكن أتمنى للمصريين يقدروا يقفوا قدام ذلك قوات الأمن المصرية عقب الحادث اتخذت العديد من الإجراءات الأمنية لمحاصرة المسلحين غرب الطريق الصحراوي جنوب مصر عن طريق الأكمنة الثابتة والمتحركة في تلك الأثناء ضع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى اجتماع أمني مصغر للوقوف على تدعيات الحادث وتشديد الإجراءات الأمنية خاصة مع فرض قانون الطوارئ منذ فترة وجيزة في أنحاء البلاد في الوقت نفسه جاءت الإدانات الدولية والعربية وأيضا من المؤسسات الحقوقية والدينية للعمل الإرهابية رفضة مثل تلك الأعمال وفي الأشهر الماضية استهدف الإرهاب عددا من دور العبادة للأقباط في مختلف المحافظات منها الكنيسة البطرسية ومار جيرجس والكاتدرائية المرقصية بالأسكندرية عمليات إرهابية يراها المراقبون بأنها تستهدف في المقام الأول وحدة الصف المصرية نظرا لدلالة توقيتها قبل المناسبات الدينية وفي الوقت ذاته لم تشفع الإجراءات الأمنية والمحاكمات العسكرية في قضايا الإرهاب من لملمة جراح المصريين لأخبار الآن رمضان المطعاني القاهرة أعلن تنظيم أنصار الشريعة المتطرف في ليبيا الذي تعتبره الولايات المتحدة والأمم المتحدة تنظيما إرهابيا في بيان نشره ليلة السبت على الإنترنت حل نفسه وأقرت الجماعات بأن الخطوة جاءت بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها في معركة الكرامة التي أطلقها الجيش الليبي وتتهم واشنطن أنصار الشريعة المتطرفة المصنفة إرهابيا من قبل الأمم المتحدة بالوقوف وراء هجوم أدى إلى قتل السفير الأمريكي في ليبيا سنة 2012 لنشراتنا بقية ولكن بعد هذا الفاصل أهلا بكم من جديد أغارت طائرات روسية على أطراف مدينة جسر الشغور مستهدفة بلدتي القرقور والسرمانية في ريف إدلب شمال سوريا وقال مراسل أخباري الآن أن الأنباء الأولية لم تشر إلى حجم الخسائر النجمة عن تلك الضربات يأتي هذا التصعيد بعد غياب تام للطائرات الروسية عن أجواء إدلب وذلك بموجب اتفاقية مناطق خفض التصعيد منذ السادس من شهر أيار مايو الحالي حثت مجموعة السبع في ختام أعمالها بجزيرة سقاليا الإيطالية حثت روسيا وإيران بالضغط على نظام الأسد لوقف إطلاق النار في سوريا وأقل الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في ختام القمة إن مجموعة الدول السبع اتفقت على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا وعلى استعدادها للعمل مع موسكو في هذا الإطار وأكد ماكرون أنه سيتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما يلتقيه الاثنين المقبل في باريس بشأن الحل في سوريا كشف مسؤول عسكري روسي أن بلاده أجرت اختبارات على أكثر من 200 نموذج من الأسلحة في سوريا وأقل المسؤول الروسي أن العسكريين الروسيين سيواصلون جمع البيانات بشأن استخدام الأسلحة والقوات في سوريا وتتهم منظمات إنسانية القوات الروسية بتحويل سوريا لحقل تجارب لأسلحتها الحديثة أعلن الكريملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث هاتفيا مع نظيريه التركي والإيراني ملف الأزمة السورية وأقل بيان للكريملين أن الزعماء الثلاثة أكدوا على أهمية تفعيل الجهود المشتركة لدعم التسوية السياسية والإسراع في تحقيق التوافق حول الجوانب العملية لتطبيق المذكرة بشأن مناطق تخفيف التوتر في سوريا أغرت الطائرات الفلبينية على مواقع المتشددين لإنهاء الحصار على مدينة مراوي جنوب البلاد والمستمر منذ خمسة أيام وقال قائد عسكري فلبيني أن الغرض من الهجوم هو إنهاء الفوضى وإعادة الأمور إلى أوضاعها حتى يتسنى للناس العودة إلى المدينة مع حلول شهر رمضان بعد أن هجر معظم السكان مراوي البالغ عددهم 200 ألف شخص نشرت الشرطة البريطانية صورا جديدة التقطتها كاميرات مراقبة لمنفذ التفجير الانتحاري الذي وقع الاثنين الماضي بمدينة منشستر وتظهر الصور المنفذ سلمان لعبيدي وهو يرتدي ملابس رياضية ويحمل حقيبة ويقول رجال الشرطة البريطانيون إنهم نجحوا في جمع معلومات مهمة عن لعبيدي وعن كيفية تركيبه للقنبلة التي نفذ بها هجومه وكذلك بشأن معارفه في هذه الأثناء خفضت السلطات البريطانية مستوى التهديد الأمني في الولاد من حرج إلى حد والآن إلى جولة الصحافة نبدأ جولتنا مع صحيفة القبس الكويتية التي عنونت بعد 17 عام رزقا بستة توائم حاولت سيدة أمريكية طيلة 17 عاما أن تنجب ابنا وتحظى بشعور الأمومة وحين حملت لأول مرة في حياتها أنجبت ستة توائم وأشرف طاقم طبي من 40 فردا على عملية الولادة القيصرية التي أجريت خلال الأسبوع الثلاثين من الحمل أما صحيفة رياض السعودية فقد عنونت نفوق خمسة حيتان قاتلة على شواطئ نيوزيلندا نفق خمسة من الحيتان القاتلة بعد جنوحها على الشاطئ الشرقي في نيوزيلندا وفي شباط فبراير الماضي نفق أكثر من 300 من الحيتان الطائرة في الجزء الشمالي من جزيرة ساوث آيلاند في نيوزيلندا وإلا صحيفة الحياة التي عنونت أم تبيع رضيعتها ب287 دولارا في بوليفيا اعتقلت الشرطة في بوليفيا امرأة باعت رضيعتها البالغة من العمر ستة أشهر بمبلغ يساوي 287 دولار وتقول الشرطة إن الأم تحججت بالفقر لبيع ابنتها لكن تهمة الإتجار بالبشر وجهت إليها وستخضع للمحاكمة أما صحيفة الإمارات اليوم فقد عنونت وضع حجر الأساس لأكبر عين لمراقبة السماء بدأ تشهيد أكبر تليسكوب بصري في العالم أول أمس فوق جبل بوسط صحراء اتكاما في تشيلي ومن المقرر أن يصبح هذا التليسكوب أكبر عين متاحة لمراقبة السماء من الأرض وصحيفة الغد الأردنية التي عنونت الصين تكتشف جليدا قابلا للإشتعال أعلنت الصين للمرات الأولى أنها تمكنت من استخراج كميات كبيرة من مادة تشبه الثلج من أعماق بحر الصين الجنوبي الأمر الذي اعتبره الكثيرون مدخلا إلى إمدادات الطاقة المستقبلية فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعض الفاصل مظاهر الفرح والبهجة استقبالا لشهر الرحمة والمغفرة في الأردن أهلا بكم من جديد سنعود يوما سلسلة تقارير نبثها في أخبار الآن تروي قصة أمل لمجموعة من اللاجئين السوريين الذين تركوا الأرض والمنزل والأحبة وهاجروا بعيدا عن ديارهم إلى أن العودة لم تفارق أحلامهم فرح بنت الست سنوات في عينيها وطن وملامح وجهها تحمل طفولة هاربة تبحث عن ذاك الوطن أملها العودة إلى سوريا لتبني مستقبلها في وطنها فرح الطفلة ذات ست سنوات تعيش في مخيم الزعتري في الأردن ولسان حالها يقول سنعود يوما موسيقى موسيقى حابة أن أرجع بيتنا ما أحابة أظني هون عمرها من عمر الحرب هناك في وطنها وقد يكون الوطن صورا غير واضحة الملامح تباغتها في خيالها البريء لحارتها وأطفال الجيران ذاكرتها الصغيرة مليئة بذكريات يخلو منها اللهوى واللعب وتستبيحها أصوات القذائف وصور مشوشة للملجأ ونشرات أخبار منعت من متابعتها علّى الابتعاد عنها يحافظ على شيء من طفولتها هي فرح الطفلة ذات الست سنوات المهجرة إلى مخيم الزعتري في الأردن أنا كنت بالنلجأ وجدت القذيفة على البنات وبعدين شو أنه ماما ما رضي تتورجيني لأنه كانت كان مارنظر البنت كتير كتير بخوف وماما فرهك ما ورجتني وما كنت أعرف عني قصة حال فرح كحال جل الأطفال السوريين اللاجئين منهم من يتذكر الوطن ويشتاق إليه ومنهم من ولد خارجه وسمع عنه في حكاية الأهل لكنه يمتلك نفس الشوق والحنين كل منهم يطمح بأن يصبح في مكان يساعد في إعمار وطنه كفرح التي تحلم بيوم تصبح فيه طبيبة تطبب جراح الوطن الذي نزف واستنزف الكثير من أبنائه إلى دول اللجوء أنا بحب ألم أكبر من المستقبل الدول العالم ما بحب أن يكونوا مرطانين أو مرجوحين ما بحب أن يكون دولة بمبأم بخوف كتير عن كل الدول أرجو حتها القديمة على شجرة الزيتون في البيت تنتظر فرح لتعود إليها تلهو عليها تداعب بيديها الصغيرتين حبالها تضحك وتشاغب بعفوية هي أحلام في النوم واليقضى عالقة في مخيلتها ورغم الصعوبات تؤمن فرح بأن لابد لقيد الغربة أن ينكسر يوما ما وترجع الضحكات تملأ سماء سوريا بالمستقبل أحب أن أعمر بيتنا وبيتنا يتأمن من أول وجديدنا أحب أن يصير أزعب على سوريا سوريا هي أملنا الوحيد لكل من اسمه نصيب ولعل فرح باتت تشكل نموذجا للأمل والتفاؤل بأن البلاد ستبقى منبع الفرح والملاذ الأخير لأخبار الآن دانيا المعيطة مخيم الزعتري يحل رمضان على المسلمين في مختلف أنحاء العالم وتختلف مظاهره من بلد إلى آخر لكن الجميع يتفق على حرمته وقدسيته ففي الأردن يتوحد سكان المملكة على مختلف أصولهم على طقوس تكاد تكون متشبهة عندما تمشي في شوارع العاصمة عمان ومختلف مدن ومناطق الأردن وتجد الأضواء تزين هذه الشوارع وترى الناس مبتهجين في الطرقات وهم يتبضعون حاجياتهم فلا بد لك أن تعلم أن زائر عزيز يحل بينهم زائر يغيب 11 شهرا ليطل مرة في العام عندما نتحدث عن هذا الضيف العزيز لابد لك أن تعلم أننا نتحدث عن شهر رمضان الكريم الذي لحضوره تقوص خاصة تحديدا في الطعام والشراب فلرمضان مأكلات خاصة اشتهر فيها هذا الشهر كالقطايف والتمر هندي والقمردين وغيرها الشغلات هي موجودة بس في رمضان مثل القطايف والتمر هندي والعركسوس كلاج الجوز أو الجبنة كمان يعني معظم فترات هاي بس بشهر رمضان يعني بتعرفي بعد الفطور بصير إجباري الواحد جسمه بيحتاج حلو مع السيام طول النهار من أشهر الحلويات الكنافة، الكلاج، العصاير، أمر الدين، تمر الهندي هذول أغلبهم اللمون يعني هاي الشغلات اللي الناس بتحبها بشهر رمضان الفضيل أما وجبات الطعام الرئيسية، الإفطار والسحور فيتشارك الأردنيون مكونات موائدهم مع غيرهم من بلاد الشام نظرا لتقارب الثقافات والعادات والتقاديد الأجواء حلوة خصوصاً أبل الإفطار بربع ساعة الحركة طبعاً نشطة ما بين المطبخ والسفرة وما بين اللي بحضر البرك واللي بحضر العصير واللي بحضر الشوربة واللي بده واللي بده واللي بده صح الحمص رقوا حركات بالسيارة يجيبوا بتكون أفراد العائلة كليتهم مجمعين حتى منلتقي أكتر قبل وقت بيساعدوني بتحضير الفطور يعني بتقولي من قضي وقت تقريباً مع بعض ساعتين تلاتة اللمة برمضان حلوة والأخوة تدعي أخوها والأم تدعي أبنها بصير ترابط أسهري أكتر وأكتر الوحد يستنى أولاده يجمعهم على الأكلات الزاكية الحلويات اللي بيحبوها كل شيء طيب إن شاء الله بيكون في رمضان أماكن لها مكانتها في قلوب الأردنيين تتعلق بالشهر الفضيل كالمسجد الحسيني القابع في وسط العاصمة عمان الذي يرتاده الناس لأداء العبادات والصلاة فيه لقيمته التاريخية هذه المظاهر التي تعم الأردن من زينة وتحضيرات تعد تقليداً سنوياً يعمل الأردنيون على إحيائها لاستقبال شهر الرحمة والمغفرة شهر الرمضان الكريم لأخبار الآن دانيال معيطة عمان يتطلب شهر رمضان الذي يحل في فترة الحر هذا العام التنبه الدائم إلى مستوى السوائل في الجسم لحمايته من عدد من الأمراض أبرزها الصداع والإمساك والتهابات مسالك البول وجفاف الجلد كيف نتجنب جفاف الجسم في رمضان؟ أتفاصيل مع الزميلة منعود قد يتعرض البعض في أثناء الصوم خصوصاً في فصل الصيف إلى الجفاف في حال لم يتمكن من تعويض المياه التي يحتاجون إليها في اليوم والتي تتمثل في ثمانية أكواب ومشكلة الجفاف مع الصائم ليست فقط في الشعور الشديد بالعطش بل بجفاف الجلد والخمول وعدم التركيز والضعف العام والإفراط في النوم وقلة إدرار البول والإمساك ما هي الخطوات أو النصائح التي تجنب الصائم الإصابة بالجفاف في شهر رمضان؟ لنتعرف على ذلك مع خبيرة التغذية والصحة لماء النائلي تناول الأهوة والشاي بكمية مبالغ فيها والكفايين كثير من وقت الأفطار للصحور لحيسبب طبعاً الجفاف للصائم كما هيك بدنا نقول لازم نخفف من كمية الكفايين المتناولة من عند الأفطار الرمضاني لوجبة الصحور ونخليها من كوب فنجان قهوة وفنجان شاي حد أعظمي ونكتر من كمية المي كل ساعة من الأفطار للصحور لازم نشرب كوب من الماء طبعاً الغير فوارة وقليلة السوديوم المياه الصحية لنعود النقص اللي لحي يسيبنا خلال ساعات السيام وقت الشفاف اللي ممكن يسيبنا بالإضافة طبعاً ما منحة ملح على الأكل لأنه الملح كمان بسبب فائد للسوائل بالإضافة إلى المواد الحارة كتير المآلي هاي المواد تسبب فقط للسوائل ونتجنب التعرض الشديد والمبالغ فيه للحار والشمس نحاول أنه نتجنب ونتلافى تعرضنا للشمس كرمال ما نصاب بالدوخة والجفاف ويسيبنا مشكلة صحية لا سبحانه وقت الصحور ما نبالغ بشربنا للماء ممكن من كوب لكوبين لكن كل ساعة من الإفطار للصحور لازم نتناول كوب من الماء يعني ما ننصحانا وبس نتناول على الصحور هي عادة جداً خاطئة الماء من أفضل الوسائل التي تعود على جسم الصائم بالفائدة ويفضل شرب الماء الفاتر بدلاً من الماء البارد خاصة عند الإفطار لأنه يساعد على الهضم وتذكر دائماً غذائك حياتك أكد علماء أمريكيون أنهم توصلوا لاكتشاف أجسام مضادة قادرة على محاربة الأورام الخبيثة في الجسم ولحظ العلماء خلال الاختبارات الطويلة التي أجروها على الفئران لإيجاد حلول لمرض التصلب المتعدد لاحظوا أن أدمغة الفئران السليمة تحتوي على خلايا تائية خاصة غير موجودة عند الفئران المصابة ولوحظ تجمع نفس الخلايا عند الأورام الخبيثة الموجودة في أجسام الفئران المصابة بالسرطان والآن جولة مع الأخبار الرياضية توجه أرسنال بلقب كأس إنجلترا للمرة الثالثة عشر في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على جاره وغريمه تشيلسي بهدفين لهدف فعلى ملعب ويمبلي خاض الغريمين أرسنال وتشيلسي ديربي حماسي وبدأت الإثارة مبكرة منذ الدقيقة الرابعة بهدف مثير للجدل من توقيع التشيلي أليكسس سانشيز واحتاجت تشيلسي بطل البريمير ليج لهذا العام لستة وسبعين دقيقة يدرك هدف التعادل عبر الإسباني دييغو كوستا هدف جاء بعد طرد لاعب تشيلسي فيكتور موزيز توجه باشلون بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه على ألافس بثلاثة أهداف لهدف في المباراة النهائية على ملعب فيثنتي كالديرون في العاصمة مدريد باشلون هيمن على أطوار مباراة نهائي كأس الملك كوبا ديري أمام ألافس حيث افتتح التسجيل في الدقيقة الثلاثين عبر نجم الفريق الأرجنتيني ليونال ماسي وفي الدقيقة الثالثة والثلاثين أدرك ألافس التعادل عبر الفرنسي ثيو هيرنانديز قبل أن نودعكم إليكم تذكير بأبرز العنوين القوات العراقية تشن عملية لتحرير آخر مواقع داعش في الموصل الغارات المصرية والليبية تمهد لعملية أوسع على الأرض الفلبين تستخدم الطائرات لقصف مواقع المتشددين وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته شكرا جزيلا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء شكرا